مصادر السعودية نقلت عن متحدث باسم شرطة الرياض قوله ان القوات المسؤولة عن احدى نقاط الامن في حي الخزامي رصدت طائرة من نوع درون والتي يتم التحكم فيها عن بعد مما اقتضى قيام رجال الامن في النقطة الامنية بالتعامل معها وفق ما لديه من اوامر وتعليمات بهذا الخصوص وقال مسؤول سعودي كبير ليرويترز ان العاهلة السعودية الملك سلمان كان بمزرعته بالدرعية ولم يكن في قصره بالرياض في ذلك الوقت وان الواقع لم تسفر عن سقوط اي ضحايا وشهدت المملكة سلسلة من التغييرات السياسية الكبيرة خلال العام المنصرم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قاد اصلاحات تهدف إلى تحويل الاقتصاد وانفتاح البلاد ثقافيا وتطبيق تفسير اكثر تسامح للاسلام في المملكة المحافظة وعين الملك سلمان ابنه الامير محمد وليا للعهد في الصيف الماضي منحيا ابن اخيه وقاد الامير حملة على الفساد شهدت احتجاز عشرات من كبار رجال الاعمال والامراء ومن بينهم الملياردير الامير الوليد محمد بن طلال ورئيس الحرس الوطني السابق الامير متعب بن عبد الله وفي الاشهر الاخيرة جرى اعتقال الرجال دين بارزين ونشطاء في محاولة فيما يبدو لإسكاة المعارضة وتم بعد ذلك اطلاق صراح معظم المحتجزين بعد التواصل الى تسويات مع الحكومة وسعد بن سلمان على ترسيخ موقعه في بلد يتقاسم في السلطة كبار الامراء منذ عقود ويمارس فيه رجال الدين نفوذا كبيرا على السياسة لكن ذلك اثار ايضا تكهنات بشأن رد فعل محتمل ضده والذي لا يزال يتمتع بشعبية لدى الشباب السعودي وقام ولي العهد السعودي في وقت سابق من هذا الشهر بجولة خارجية شملت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة سعى خلالها لجذب الاستثمارات وحشد الدعم لتقليص النفوذ الايراني في المنطقة اشتركوا في القناة